أن يدركوا أنه ما دام الجهاد في فلسطين مستمراً وما دام العدوان قائماً فينبغي للجميع أن يستشعر الحرج في كونه جالساً في بيته مستريحاً بين أهله وهو لا يبذل جهده وطاقته فهذا مما يؤلم القلب ومما ينبغي أن يخاف الإنسان فيه على نفسه خوفاً عظيماً ويخاف أن يكون من المخوالف ومن المخلفين الذين اختاروا راحة الحياة ونعيمها الفاني عن التحرك لإلاء كلمة الله عز وجل وليعلموا أن ضريبته مكلفة في آخرتهم وفي دنياهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الثلاثة الذين خلفوا من أهل الإيمان ذلك العقاب الصعب الشديد حتى تنكرت لهم الأرض وحتى أصبحوا لا يسلم عليهم أحد من المؤمنين ولا من المسلمين وصاروا يعيشون وقد تنكر لهم الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليهم ولا يكلمهم وإنما يتبسم المغضب فهذا يدل على خطورة التخلي عن المجاهدين واختيار الأرض والراحة بدل مساندتهم ومساعدتهم في هذا الوقت العصيب إن أهل غزة ما زالوا يقدمون من دمائهم غزيرة في سبيل الله وما زام المجاهدون يشترحون المعجزات ويقدمون لنا دروسا من الثبات والإقدام والشهامة أعجزت كل خبراء العالم العسكريين في هذا الزمان